بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لمادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسائل المرتبطة بالمحور ثلاثة الذي بعنوان Actually Loaded Members ونبدأ الآن في شرح المسألة رقم اثنين معطى هنا هذا السولد طبعا Two Cylinders ممسكين في بعض الأول AB بقطر 20 مليمتر الثاني بقطر 60 مليمتر BC Total Force B على النقطة A والQ هذه قوة تشد طبعا وهنا قوة ضغط في النقطة B على السولد ضغط هو في الحقيقة على السولد BC لكنه شد على السولد AB لكن هذا نتأكد منه من الحسابات طبعا معطى اليانك سموديلس 70 جيجا باسكال الP معطى 4 كيلو نيوتن مطلوب هنا حساب الفورس Q كم تساوي والتي تعطينا ديفليكشن في النقطة A صفر يعني ما فيه استطالة صفر استطالة أيضا مطلوب على هذا الأساس حساب الديفليكشن في النقطة B هذا الجزء الأول من السؤال التوتال ديفليكشن طبعا تساوي صفر هي الدلتا في الـ A تساوي دلتا AB زائد الدلتا BC دلتا AB زائد الدلتا BC تساوي صفر هذا يعني أن الدلتا AB تساوي سالب الدلتا BC وهذا معقول جدا حسب قانون هوك الدلتا AB تساوي PAB ضرب الـ LAB تقسيم سكشن AB ضرب اليانكس موديلس معطى أن الـ PAB قوة الشد تساوي 4 كيلو نيوتن فالدلتا AB نطبق القانون يساوي PAB ضرب الـ LAB تقسيم سكشن AB ضرب اليانكس موديلس يساوي كم؟ يساوي 0.077276 مليمتر هذا ماذا؟ هذا الدلتا AB الدلتا BC تساوي سالب الدلتا AB طبعا حسب القانون الأول لأن الإجمال يساوي 0 هنا القوة PBC تساوي كم؟ في الحقيقة تساوي P ناقص Q نعوض هنا الدلتا BC في القانون هوك الخاص بPBC والفورس ستكون ماذا؟ PBC هي P ناقص Q والP معطى والQ هي المجهول هي المجهول الوحيد في هذه المعادلة نقوم بسحب الـ Q أو P ناقص Q بهذا الشكل نتحصل في الأخير على أنه الـ Q تساوي كم؟ تساوي 32.8 كيلو نيوتن نجي على الشق الثاني من السؤال وهو كالآتي الروت ABC مصنوعة من ألمنيوم بيونكس موديلس 70 جيجا باسكال ومعطى الـ P ستة كيلو نيوتن ومعطى الـ Q الحين 42 كيلو نيوتن مطلوب الآن حساب الدفلكشن على النقطة A والدفلكشن على النقطة B بالنسبة لقوة BC تساوي P ناقص Q يساوي سالب ستة وثلاثين كيلو نيوتن التوتال دفلكشن تساوي دلتا AB زائد الدلتا BC ونطبق قانون هوك دلتا AB تساوي PAB ضرب LAB تقسيم سكشن AB ضرب اليونكس موديلس وبالنسبة للPAB هي معطى ستة كيلو نيوتن خلي نعوض هنا بالنسبة للدلتا BC تساوي PBC ضرب LBC تقسيم السكشن BC ضرب اليونكس موديلس يساوي كم كل معطى يساوي سالب 0.0909 مليمتر فما علينا أن التوتال دفلكشن نعمل الجمع دلتا AB زائد الدلتا BC يساوي 0.018 مليمتر أما بالنسبة للدفلكشن على BC كم تساوي الدفلكشن على BC هي في الحقيقة تساوي سالب 0.0909 مليمتر وهذا قد حسبناه في الستيب السابق